الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم السورة دي الحمد لله ما تكاد تجد مسلم إلا وهو يحفظ هذه السورة من الصغار والكبار لكن فيها فوائد عظيمة جدا وفيها معاني جليلة بيستفيد منها الإنسان الذي أراد الله تعالى به خيرا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وأعظم الفقه في الدين معرفة أحكام الله تبارك وتعالى ومعرفة معاني الآيات من القرآن الكريم للعمل بمقتضاها ربنا قال ألهاكم التكاثر ألهاكم من الله يعني ألهتكم وجعلتكم تغفلوا التكاثر يعني من أمور الدنيا وده الأصل في الإنسان إلا ما رحم ربي كثير من الناس الدنيا دي ألهت ألهت عن ماذا ألهت عن الدار الآخرة عشان كده الله قال في سورة القيامة كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة العاجلة هي هذه الحياة الدنيا ربنا قال تحبون العاجلة الناس إلا من رحم الله بيحبوا هذه الدنيا حبا شديدا زي ما الله قال وتحبون المال حبا جمع وتأكلون التراث أكلا لما معظم الناس يحبوا هذه الدنيا وبيتركوا الدنيا يتركوا الآخرة وتذرون الآخرة بيخلوها هذه للآخرة ما بيعملوا له معا إنه لو جينا في المسألة بتاعت التفاضل الآخرة أحسن من الدنيا بيكون لنا نواحي عشان كده ربنا قال بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى الآخرة أخير من الدنيا والآخرة الخير المقصود الخير المقصود في الآخرة الخير في الجنة لأنه النار ما فيها خير النار كلها شر زي ما ربنا قال والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما النار ما فيها خير لكن الخير وين الخير في الجنة أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيل الخير كله في الجنة بعد الخير ده كله ربنا قال بل تؤثرون الحياة الدنيا تؤثرون يعني شنو يعني بتفضلوا الحياة الدنيا تفضلوا على الآخرة والآخرة أحسن خير وأبقى أبقى من الدنيا أبقى كيف لأن الدنيا بتنتهي وما سميت الدنيا دنيا إلا لدناءتها كما قال العلماء شاكد النبي سأسلم قال لو كانت الدنيا تسوى عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء الدنيا ذي لو بالساوع انضل جناح بتاع بعوضة ما سقى كافرا شربة ماء الآن الكفار منعمين ويشربوا ويأكلوا ربنا قال والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم الدنيا ما بتسوى شيء عند الله عز وجل النبي عليه الصلاة والسلام قال ركعتين الفجر خير من الدنيا وما فيها تعرف ركعتين الفجر دال يا أتن دال الركعتين الرغيبة البيتصليهم انت قبل صلاة الفجر ودال بتصليهم في البيت قبل ما تطلع على المسجد لأنه دي سنة النبي عليه الصلاة والسلام شفت الركعتين ديل قابوا الصلاة الصباح اللي بيصليون في البيت الرسول عليه الصلاة والسلام قال لك الركعتين ديل خير من الدنيا وما فيها يعني خير من الدنيا وخير من الذي في الدنيا ذاته الدنيا دي فيها اشنه انت الآن شايف شوف كل النعيمة شايف وانت ذا العربات السمحة والعمارات السمحة والأكل السمح شايفوا اللي انت شايف بعينك ده كله كله ده ركعتين الفجر احسن منه معنى ده الدنيا دي اخوانا ما بتساوي شي اصلا والآن تلقى الناس جارين وراها وساكين ناسك عجيب خلاص ساكين الدنيا وجارين وراها تلقى الزول تعبان يوم كله جاري ورا الدنيا وفي النهاية ما بيطلع إلا بشيل الله كتبوا له مشكدة ما إلا انت ما ربنا كاتب لك عمر معين محدد ورزق محدد ما بتمشي لك الدام ولا ساعة واحدة ما بتمشي لك الدام ولا بتتأخر لكن تلقى الناس جارين ورا الدنيا وساكينها والآخرة ما جايب الله خبر وشوف أصلا الغيامة لما تقوم الغيامة بتقوم والناس ما جايب خبر تقال الناس بتكون جايب خبر ربنا قال اغدرب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون الناس بتكون غافلة وأنذرهم يوم الحسرة الله قال كذا وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة الناس بتكون ما جايب خبر واحد سائق عربيتو واحد بيبيع في السوق واحد راكب الشير راكبو واحد قاعد في المحلة القاعد فيه والغيامة بتقوم طواله الناس بتكون غفلة ما جايب خبر فشوف الدنيا دي ما عندها ما تسوى شيء أمام الآخرة شاكد ربنا قال وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون الحيوان يعني شنو يعني هي الحياء الطيبة وهي الحياء الدائمة الما بتنتهي لكن الدنيا دي بتنتهي الدنيا عمر كم مهما طالت شوف الدنيا دي مهما طالت ومهما أنت عشت يا بتموت ولا الدنيا بتنتهي واحد من الاثنين ديل والدنيا أصلا بتنتهي بتنتهي ربنا قال كل من عليها فان ويبغى وجه ربك ذو الجلال والإكرام أي حاجة في الدنيا دي بتنتهي فربنا قال ألهاكم التكاثر التكاثر بتاع الدنيا الناس دار يتكتر الواحد دار يكتر أموال ودار يكتر الأولاد وده أصلا حال ابن آدم شاكيد النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كان لابن آدم واد من ذهب لتمنى أن يكون له واديان شوف ابن آدم ده لو وديته وادي بتاع ذهب الوادي شي كبير ما صغير مليان ذهب كله من بدايته لين نهايته الرسول صلى الله عليه وسلم قال لتمنى واديان يقول لك والله لو كان لقيت زيه ثاني ولو كان له واديان لتمنى الثالثة ابن آدم ما بيشبع لو عنده واديان برضو دايرة الثالثة أس في ناس أنت عارف يقول لك والله أنا طموحي كله داهر لي دكان في السوق المركزي لا دا ما طموحك لأنك إذا لقيت دكان في السوق المركزي بتقول كمان داهر لي واحدي في السوق المحلي ولو كمان لقيت واحدي في العربي تكون الشغلة كملت ولا كمان لو بيقت ثالثة في سوق مدرمان تكون الشغلة مرة واحدة كملت وما تكمل انت بتكون شغال كده بس تتمنى سايح وفي نهاية كله بنتهي شاكيد النبي صلى الله عليه وسلم قال وَلَا يَمْلَأُ فَمُ بْنِ آدَمُ إِلَّ تُرَبْ ما يملأ فَمْ إِبْنِ آدَمُ إِلَّ تُرَبْ يعني الموت زي ما قالوا العلماء إلا يموت ابن آدَم ما بيشبع إلا يموت عرفته؟ فربنا قال الهاكم والتكاثر وده أمر مزموم ما ممدوح كونه التكاثر في الدنيا والأموال والأولاد إذا كان يلهيك عن الآخرة ده أمر مزموم أما إذا كان ما يلهيك عن الآخرة وده قليل جدا ما فيشكال يعني الشريعة الإسلامية ما تمنعك إنك تكتر أموالك وتكون عندك رصيد في البنك وعندك ممتلكات ما في زول بيحجر عليك ولا شريعة ما بتقول لك إلا تكون عندك عشرين مليون فقط لا ما في كلام زي ذا كتر زي ما داير أولاد كتر زي ما داير لكن المشكلة وين إنه الشغل دي تلهيك عن الآخرة ده المزموم الهاكم والتكاثر لغاية 200 ربنا قال حتى زرتم المقابر يعني شغالين له في الدنيا لما المشأوين زاروا المقابر وشوف زيارة المقابر أنواع في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم النوع المذكور في الآية دي دي زيارة لابد لأي إنسان إنه مربع لأنه دي زيارة بتاعت الموت حتى زرتم المقابر بالموت أي إنسان حيموت في ذول ما بيموت ما فيه ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنك ميت وإنهم ميتون أي ذول حيموت ودي زيارة لابد إنه أي ذول يزور كلنا حنخش القبر يوم من الأيام كلنا من غير استثناء حندخل القبر بل موت فدي زيارة الناس كلها بمر بها والنبي عليه الصلاة والسلام قال يتبعوا ابن آدم ثلاث فيرجع اثنان ويبقى معه واحد دي بالنسبة لزيارة المقابر اللي هي الزيارة بتاعت الموت أي ذول لما يموت في ثلاثة حاجات بتمشي معه اثنين من الثلاثة بيرجعوا في واحد بيكون معه جوا في القبر قال فيرجعوا ماله وولده ويبقى عمله لأنه إنت لما تموت ألبي يتبعوك شنو؟ يتبعوا يتبعوا جناستك شان يمشي يتفنوك ثلاثة حاجات بتكون معك عملك أل هو ذا العمل تويته دا ملازمك طوالي معك ولدك أولادك بيكونوا ماشين وراك شايلين الجنازة والأولاد ماشين وراك ومالك تلقى العربات بتاعتك شايلة جماعة عندك هايس حقك الهايس مال الناس وماشين المغابر والهايس كانت حقتك ماشين دارين يتفنوك بعربيتك ذاته بعربيتك ذاته وشايلينك فيه عن قريبك اللي اشتريتو إدته دا ما كله مالك ولا ما كده وماشين الناس كنت مشغيلون إدته في الشركة بتاعتك الموظفين ديل كلهم ماموالك والظفين والسواقين وسواقك الخاص كلهم ماشين كان يتفنوك ديل تلاتة حاجات النبي سأسلم قال في اتنين بيرجعوا ديل ما بخشوا معك الولد والشنو والمال الاتنين ديل مما دفنوك دفنوك كذا وأسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل اللهم ثبته اللهم ثبته بعد ده بتخارجوا منك وإنك لتسمع قرع نعالهم انت بتكون سامع جماعة معاشين تسمع صوة الشبط والله تأول ما يخدتوك جوا خدتوك كذا والجماعة دفنوك لسه ما فاتوا الناس لسه أحسن الله عزاكم بعزوا لسه في اللحظة دي قلت بيجوك طوالي منكروا نكر طوالي بيجوك ويقوموك تقوم تصنقر تقعد وتسمع قرع النعال الناس مايشة انت سامعوا بأعظانك وما بتقدر تناديهم ولا بيجو قعدوا معاك ولا اي هاجة وشوف لو اي ذو قال لك والله ممكن يجيك فلان شيخ فلان يقعد معاك ولا يونسك ولا يلقنك الحجة تعرفوا ده ذو الكذاب ساي يلقنك حجة بين ها فده شوف انت بتكون براك بعد ذا بيبقى معاك العمل العمل فقط لو كان صالح انت من الناجين وعملك لو ما صالح ما في طريقة ترجع تاني ربنا قال حتى اذا جاء احدهم الموت قال ربي ارجعون ليه لعلي اعمله صالحا لاحظ اختار الحاجة القعد معه ما قال لعلي ارجع لي اولادي ولا قال لعلي ارجع لي مالي قال لعلي شنو اعمل صالحا لانه ذا هو الشوء يا داب هو عرف انه ذا الوحيد البنفع الجماعة ما رجع خلاص لما لقى انه ذا الوحيد البنفع جوه ولقى الشغل الذي هو ما كان منجيطه قال ربي ارجعون رجعني يا الله ارجعوك وين في الدنيا ليه لعلي اعمل صالحا فيما ترك ربنا قال كلا انها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون معنات الرجع فيه في طريقة رجع ما في طريقة رجع ذول خشة جوه ما بيرجع تاني اصلا وليس يقول اللي بيرجع تعرفوا ذول كذاب ما في ذول بيطنع من القبر شوف ذول خشة القبر ده مهما بيقى لو بيقى رسول عديل وبيقى نبي عديل كونه يطنع تاني من القبر ما بيطنع تاني اصلا الى يوم القيامة شاكد النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أول من تنشق القبر عن جمجمته يوم القيامة أول ذل بيطلع من القبر منه الرسول صلى الله عليه وسلم بيطلع متين يوم القيامة قبل القيامة بيطلع لا لا ما بيطلع ولا بيجي في الحضرة ما بيجي ما بيجي النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قال ما بيطلع إلا يوم القيامة ما نحن لقلنا شوف شان ما تفهم غلط تقول له هذا كلامكم يعني لذا ما كلامنا هو القال قال بيطلع يوم القيامة طيب إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ما بيمرك من بابا ولا إنه غير وما يمرك تاني إلا يوم القيامة إلا يوم القيامة يوم الحساب بعدين يوم القيامة فدي زيارة حتى زرتم المقابر ولا بد لأي إنسان إنه يمر بهذه المرحلة والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم نادم لما يموت انقطع عمله إلا من ثلاث يعني إنت موتته تاني عمل لك ما فيه ما في ذول بيعمل بعد الموت إطلاقا يعني ذول يعمل أعمال بعد ما يموت ما فيه ولو في ذول قال لك فيه يكون بيغالط في منه في الرسول عليه الصلاة والسلام ما بغالط فينا نحن لو في ذول قال لك عندنا ذول بعد ما يموت بيسوي وبيعمل وبسوي وبيعمل يبقى ذا بيغالط في مين بيغالط في النبي صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم قال انقطع انت انقطع دي ما له مش لغة مفهومة انقطع دي ما واضحة بالدارجية بأي لغة انقطع خلاص انقطع انقطع عمله إلا من ثلاث في ثلاثة حاجات دي مش هو بيعمل جوا هو ما بيعمل لا الأجر بتاع بيلحق جوا هو في القبر هناك قال ولد صالح يدعو له ولاحظ قال ولد صالح لانه ولد لو ما بيقى صالح ما بيدعو لك ولد ما صالح ما بيدعو لك شكده شوف انت خلي ولدك ده نجده تمام لانك بتحتاج له لما تموت بتحتاج له بتحتاج انه يدعو لك إذا قال يا الله اغفر لي أبوي الله مرحم أبي الله ما اسكنه فسيحة جناتك الدعوة دي بتصلك جوا في القبر جوا يبقى انت عشان ولدك يدعو لك لابد تبقيه ولد صالح لو بيقى ولد شماشي ساي ما بيدعو لك يدعو لك بيون ما بيدعو لك وذا فيه فايدة انه الميت بيحتاج للزول البرة اما البرة ما بيحتاج للميت ولا ما كده ناس زول البرة ما بيحتاج للميت لانه الميت ما عنده شيء أصلا مات مات ربنا قال أموات بيروا أحياء وما يشعرون أيانا يبعثون وربنا قال وما يستوي الأمواته ولا لا حياء الميت دا براه بيقى في دنيا تانية اسمه دار البرزخ والحي قاعتين في الحياة الدنيا يبقى ما في حي بيحتاج للميت ولو اللي قلت ذو الحي رابط نفسه بالميت موضوع كله بس الناس المتفونين ديل وذين ناس بيلحقونه وذين ناس بيسووا لنا وذين ناس نحن عايشين بيجاهن دا تعرف انه الفطرة بتاعته منكوسة فطرة ما سليمة لانه ما انت المحتاج للميت هو الميت هو اللي بيحتاج لك انت تدعو له الله عز وجل اما هو ما بيسولك شي ما بيديك ولا قشة طيب ولد صالح يدعو له او صدقة جارية صدقة جارية زل عمل له محل بتعموية ولا بنو ظلط ولا غير من الصدقات المعروفة صدقات جارية كل دي الاجر بتاعه بيلحق هذا الميت بعد موته او علم ينتفع به علم ماله ينتفع به وليه قال ينتفع به لانه ما اي علم بينتفع به انتبهوا في علم لكن ما بينفع الان ما في علوم كثيرة يقول لك علم الموسيقى والدراما ده مش علم ولا ما علم ده علم في ناس بيحضروا فيه دكتوراء وبيعملوا فيه بروفات ده ما بينفعك في قبرك جوا يعني انت راقت في القبر وكنت عندك اشعار كاتبة ولا عندك اغنية لحنتها والجماعة شغالين يغنوا برا في ناضي الضباط فاقليك الاجر بيلحقك جوا هو انو الاجر ذاته شاني يلحقك وانو ذاته فدا ما علم ينتفع به ده علم محرم موسيقى حرام ما يجوز واحد تلقى خاش كلية الموسيقى ده دار تبقى شنو في النهاية يقول لك والله ذا ربقى بتاع كمانجة قاري اربع سنين شان تجر لك حديدة في حديدة اربع سنين ده ما ضيع على الزمن يا اخوانا اربع سنين ولا ذا ربقى بتاع طبلة اتخيل معايزه بيكلاريوس طبلة تخصص بتاع طبلة اتخرج شاني مش يدقال طبلة ورا فنان هل ده علم ينتفع به ما بينفعك علم زي ذا اما العلم اللي بينفع هو علم الشريعة وكذلك علوم الدنيا اذا ابتغي بها وجه الله عز وجل قد تكون انت دول اخترحت للناس دواء بتاع سكري ما كانوا بيعرفوه دواء بخفض السكري انت دكتور طبيب بعد موتك ده بيلحقك اذا كنت انت تبتغي بهذا الامر وجه الله عز وجل ده علم ينتفع به علم الشريعة زول علف مؤلفات نافعة في التوحيد والعقيدة وفي الصنة علف مؤلفات وصنف وشرح الكتب وفسر الآيات وكان بيعلم الناس الخير بيعلم الناس الخير بيعلمنا الدين ده بعد ما يموت العلم ده الاجر بتاعه بيلحقه جوه هناك في القبر حسنات بتكون ماشا فانتو ما تضيعوا شغلة دي لانك حتموت والله تموت وكلنا بنموت فشوف انت حاول الانحق عمل لك شغلة تنفعك بعدين الموت ده قريب ما تشوفه بعيد وحتى تلقى واقف واضرب للمرأة ايوة اه الليلة العشب يجنوه اه بنتعش معاك بنتعش معاك عليك الله عمل الصلطة بالدكوة في التلفون ويطلع بيجاي ينفيه بتاع موتر يقشه يرفته يقول لك رحيمه الله تعالى والدكوة كلها الجماعة في غادي في البيت فالموت ده قريب جدا والله الموت قريب ما تشوفه بعيد قريب اقرب لك من شبطك اللابس فما تشوف الموت ده بعيد الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر ده النوع الأول من الزيارة في الزيارات الثانية زيارات تتعلق بالتعبد تتعلق بيشنو؟ بالتعبد يعني في زيارة انت بتتعبد بها ليالله عز وجل ويت حي مثلا النبي عليه الصلاة والسلام قال ألا إني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة الزيارة بتاعت القبور بتذكرك الآخرة الآن إذا مشيت مريت بالمقابر أي ذول بيمر بالمقابر بيجيوا خوفة كده ولا ما كده قالوا خشيتها بزات بالليل في ناس والله لو ديتوا مليون يناه قلت لبس بالليل أقطع المقابر ما يقطع تلقى خايف بتقطع ساي لو قلت له جبل باب ده واطلع بهناك مع إنه المقابر ما في أشيء النازمة ميتة ذول بيتكلم معاك ما في كلهم ميتين لكن تلقاه خايف ليه خايف؟ هما خايف من المقابر كتراب خايف من الموت هما خايف من الموت فالخوف ده ذاته كويس ما كعم كونه إنت تخاف ولكن الخوف ده لازم ينبني عليه عمل أهاي انت خوفته بعد ما خوفته بعد ده شنو خوفته جاي في السوق دار تبيع بالحرام يبقى الخوف ما منه فايدة خوفته ومدقر لك سفة ومولع السجاير تلقى الواحد مدقر سفة جوا المقابر وممكن يتوفى ذاته في الميتين ده ما في فايدة من خوفه خوفته ولسه يتابع ذول بتاع الزنة والعياذ بالله وذول بتعلفه دوران وضارب دفيشيك ومركب داك ما سورة بلغة الشباب وعرفته ومية نفر دارين منك قروش ومقفل تلفوناتك وجاري غادي وجاري جاي يبقى ما في فايدة من خوفك أصلا يبقى الخوف لابد ينبني عليه شنو ينبني عليه عمل بعد الخوف يقوم في عمل بناء على هذا الخوف إذن فزوروها المقابر فإنها تذكركم الآخرة المقابر محل بذكر الآخرة بذكر الآخرة مما تخذ جواه أنت بتعطوال بتكون في عالم تاني تجي في المقابر بتتذكر الآخرة لأنه دا محل بتاع آخرة النازل خلاص فاته الآخرة ما بيرجعوا تاني طيب في زيارة ممنوعة الزيارة دي ذاتة الشرعية دي كونه دا مشدت المقابر وشان تذكر الآخرة دا ما تعبد فيه حسنات يكتبوا لك حسنات في الموضوع دا الزيارة دي ذاتة في نوع منها ممنوع الهو بالنسبة للنسوان لأن الزيارة دي متعلقة بالرجال الزيارة بتاعت القبور متعلقة بالرجال أم من مره النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله زوارات القبور وفي رواية لعن الله زائرات القبور والروايتين بينات في فرق زوارات دي للنسوان البمش كثير للمقابر واحد طوالي شغلتها بس جارية المغابر جارية وماشا ماشا المغابر دي بتدخل في اللعن والعياذ بالله وده فيه دليل انه زيارة المرأة للمغابر من كبائر الزنوب من كبائر الزنوب لانه ترتب عليه اللعن زوارات دي بتمشي كثير زائرات دي ما بتمشي كثير لكن فيه نهي للنساء المرأة ما بتمشي المقابر ولا بتتبع الجنازة إنما يتبع الجنازة الرجال وهم البمشوا يصلوا صلاة الجنازة وهم البدفنوا الميت أما مرأة مرأة ما بتتبع جنازة ولا بتمشي المقابر ممنوع المنع النبي صلى الله عليه وسلم ما نحن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور إذن دا نوع من الزيارة نوع ممنوع ممنوع شرعان في نوع تاني من أنواع الزيارات دا برضو ممنوع بل دا أكبر فيه كبيرة أكبر واحد بمشي المقابر دا لا داير تذكر الآخرة ولا أي حاجة ولا خايف وذاته ما بمشي أي مغابر باختار مغابر معينة قبر معين احتمال يكون راكب لا من هنا يمرق لا في الشي كينيبة عنده قبر في راسه القبر ذاك هنا ما في إلا يمرق له من هنا من الخرطوم طيب دا ما يشي يسوي جنوه مع إنه في قبور في الخرطوم مثلا لو هدفه يتذكر الآخرة هنظمة قابرة الصحافة يقول لك لا 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 هناك هناك في جنوه يقول لك في بركة بركة حتة ديك فيها بركة ألقى لك منه ألقى بس أنا دار أعرف منه لقى لك إنه في بركة قل لك إتا دارت غالط يا مولانا لا أنا ما دار غالط ولا دار معك مشكلة بس وريني منه لقى لك في بركة هل بركة ذاتة شنو ما معنى البركة بركة يعني شنو بركة البركة مش الزيادة والنماء من الخير يعني إتا لما تقول لي المسجد دا فيه بركة من وين أنا عرفت إنه المسجد بركة لأنه دا بيطل وأنه المساجد لله مش كده فلا تدعو مع الله أحد فيه بركة مبارك لأنه إتا جوا هناك فيه خير كتير فيه غسيل للزنوب وفيه كسرة للحسنات وفيه محي للسيئات دا وين جوا في المسجد مش دا واضح إذن الجامعة دا فيه بركة أما لما تقول لي القبر داك الفيشيكانيبا النيل الله بالمناجل لما تقول لي القبر دا فيه بركة وين قال لك منو جيب دليل من القرآن والله تجيب دليل نوديك نحن بعرباتنا ولا مش نقول لك أمشي بس نوديك نحن ذاتنا وانت قال البركة دي نحن ما دايرنا يعني بنكرها بنكرها البركة لما بنكرها لكن ما سايش شغل ما فاك الدين دليل بس من القرآن والسنة بركب معاك أسي نمرق لشيكانيبا والله نجيب تراب من هناك بل قلاب ذاته بس إنت أغنعني أغنعني بس إنه في بركة هناك إذا ما بتقدر معناتها دي زيارة ممنوعة في الشريعة لأنه أول حاجة دا من شد الرحال المحرم كيف تمرق من هنا قاصد لك محل معين وتعتقد إنه في هذا المحل في خير وفي بركة دا محرم النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا لثلاث مساجد مسجدي هذا المدينة والمسجد الحرام مكة وبيت المغدس ديلا الثلاثة اللي التب تمرق لهم ما هي قا من هنا دقية التاشيرة ما هي وين والله ما هي المدينة مالك ما هي المدينة فيها بركة ذول بغلطك مافي نقول لك أيوا المدينة فيها بركة والله والدينة ذاته نحن معاك ذول الماريقة ما هي مكة دقية التاشيرةumbles ما هي ما هي مكة ليه والله يمكد فيها بركة صحيح أمشي نعنى ذاتنا الله يودينا أبيعة المغدس برضو فيها بركة قال إنه المحلات فيها بركة منو الرسول صلى الله عليه وسلم أما راكبة من هنا ومارقة ماشي هناك طابت أبد المعمود طابت ماشي بغادي تقول لي في بركة منو قال في بركة قال ليك هناك في منو جيب حديث من حديث للنبي صلى الله عليه وسلم جيب آية من القرآن ما في إذن دا كله بيدخل في دائرة الزيارة المحرمة بل الزيارة دي بتكون تاني عليها أثم أكبر كيف؟ إذا كان الزول دا ماشي المقابر وعنده غرط عنده غرط معين ما ولد مثلا ولد ماجه عرس اللولة ما ولد طلقه تاني عرس تاني ما ولد طلقه عرس تالت ما ولد برضو طلقه لما فيه واحد شفت شفت لما فيه واحد قال تعال يا مولانا قلت والله شايفك عرس كتير خلاص ما عندك جنة مش كده آي ما عندي جنة تعال 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 والله يندي لك ناس يدوك الجنة في لمحة البصر يقول لك أيوة ها دي المحل أن وين؟ أيوة أنت بس ولداتك تعال تعال يسوقك امرك باك المغابر دي المغابر يقول لك أمش هناك عندنا نشيخ بيديك الجنة سريع جدا سريع والله غير مس وتفل كم أد طفل يقول لك بيديك جنة سريع جدا من غير مس ومن غير تفل من غير أي شيء أنا ما عارفه بالبلوتوس ولا بالواتساب كيف يعني من غير مس وتفل يسوقك يوديك هناك وإنت خلاص مشات هناك وممكن ربنا يقدر أنه يديك جنة انتمع للحيطة دي بعد ما تمش هناك والجماعة يكتبوا لك الورق يقول لك الورق ده أمشي أدفنه في بيتكم في الرقم اليمين من البيت ولا يقول لك بلو واشربوا ولا اختسل بيه قبل ما تجامع المرأ يقول لك كده يقول لك بلو اختسل بيه مويته بعد ذلك أمش جامع المرأ انت عارف ممكن ربنا يفتنك وتشيل الورق ده وتمس وتعمل قالوا لك الشيخ يقول معي يجي جنة الجنة ده جابوا منه بيقول لك جابوا الشيخ أها ده يهو ذات والمشكلة ده المشكلة ذاتها لأنه مما انت اعتقدت انه الجنة ده جابوا الشيخ انت معنات خلاص مركت برا الإسلام كيف مركت برا الإسلام لأنه الجنة ده ما بيديه إلا الله تبارك وتعالى شوف الجنة ما بيديه إلا منه إلا الله تبارك وتعالى ربنا قال هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء ده الله تبارك وتعالى هو البديك الجنة يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكر أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سمية يبقى البدي الجنة منه الله تعارف الموضوع ده الآن فيه غلاط غلاط بين المسلمين عادي ممكن تلقى في السوق ناس مشكلين ناس قالوا الله لبيدي وناس قالوا لا بدي الله وبيدي شيخ تلقى غلاط زيدة في السوق ولا أنا بيستغرب يا ناس دي مسألة تضغلطوا فيها يا خلق الله تضغلط لك في طماطم ولا عجور زي تضغلط إنه الجنة ما بيديه والله براه دي مسألة يغلطوا فيها ناس مسلمين بيصلوا في المساجد الصلوات الغمسة يغلطوا في مسألة زي دي نسأل الله العافية إذن دي زيارة بتدخلك في الشرك بالله تبارك وتعالى بتخليك بر الإسلام لأنك إنت اعتقدت إنه الزول دا الميت دا هو اللي أداك الولد واعتقدت إنه الخير بيجي منه واعتقدت إنه الشر بيدفع الزول دا الآن تلقى الجماعة بيعلقوا الصور في الدكاكين صور الزول ميت الموضوع دا كله مربوط به حتى زورتموا المقابر ميت علق صورته في الدكان ما أبوه ما أبوه الولده لو كان أبوه الولده برضو حرام لكن ما زيدك دا حرام من حيث إنه دي صورة والصورة ممنوعة النبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورين لكن داك أتزال المعلق أبوه الثاني ما أبوه الولده أبوه الشيخ ما فيه انت فيه ناس عندهم أبوين فيه أبوه الولده وفيه أبوه الشيخ مش كده دا معلق الأبو الثاني أنا ما أعرفه داك أبوه كيف ذاته المهم ما الشيء معلق الأبو الثاني طيب معلقه ما لك والصباح يجي يفتع الدكان قبال ما يفتع أيها بيمش بيمفط الغبار من الصورة ينفط تلقاه شايل ضنب البقر ينفط الغبار وبالله على الله خش فيه الغبار دا تغاني نافع واسف لو دار يتسوي لك شيء ما ينفط الغبار من رقبته يا ناس الناس داك أنا ما أعرف أين ذهبت عقولهم ينفط الغبار وفيه ناس بيتكلوا معهم أنا بيصر أبوه يا شيخ أصبحت شديد يا ذول شديد شنو دا أصبح ميت انت ما جايب خبر شديد وين هذول والله شغلة غريبة خلاص كل دا ممنوع ممنوع وبيدخل في الزيارات المحرمة حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون وده فيه تأكيد تعلموا شنوه كلا لو تعلمون علم اليقين يعني شوف كونه إنك تستكثر من الدنيا ويلهيك الدنيا تلهيك عن الآخرة دا ما فيه غير والكلام دا بتعلم وانت مع دين يوم القيامة كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم شوف النار دي أي دول بيشوفة وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مغضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا نار جهنم دي أي مخلوق بيجي ماري فيها الصيرات دي ما في النار تقال الصيرات وين الصيرات في النار أي دول بيجي ماري شاكيدة أنت النار دي بتشوفها يوم القيامة بتشوفها بيعيونك دي لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين لأنه أنت الآن ما شفت النار لكن تعلم علم اليقين إنه في نار يوم القيامة لما تشوف دي اسم عين اليقين شفتها إنه هنديك النار ربنا قال وإذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيضا وزفيرا ثم لتسألن يومئذ يومئذ متين يوم القيامة عن النعيم أي نعيم الله أنعمك بيو حيسألك منه يوم القيامة أجي نعيم أنت الآن فيك كم نعمة في ذول يرفع أصبع يدلينا النعم هل الله داليو تقدر الله قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ما بتقدر تحصيها النعم عليك كثيرة ربنا قال والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمونه شيئا إنت مركت من بط أمك ما بتعرف أي شيء ولا أمك ذاته ما بتعرفه كونه دي أمك ما بتعرف ذاته ولا بتعرف هيته وين ودياته هيته ما بتعرف والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئذة لعلكم تشكرون ربنا جعل لك السمع ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقتحم العاقبة ربنا جعل ليك عينين اتنين بتشوف بيهم وربنا قال وجعلناه سميعا بصيرا الإنسان الله أداك عينين بتشوف أسي لو كنت إنت ما بيشوف كان حيكون موغيفك شنو ها لو ما بيشوف عيون ما فيش كنت تتعب ما بتكون زي باقي الناس فدي كلها نعم الله أداك النعم دي أنت قال أداك لا ساي واداك اتنين 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 تسمع بيهم وذاته تركيبة ونسمحة جدا شوف تركيبة الإنسان ربنا قال ربنا خلق الإنسان في أحسن تقويم شوف التركيبة بتاعتك تركيبة سمحة جدا اتنين بالجنبات ونخرين قدام أحسن تقويم أحسن خلقة اتخيل الآن لو إنت عندك أضان في الرأس وأضان في الظهر شكلك كان هيكون كيف ولا لو عندك عين في الركبة عين هنا في الركبة والعين الثانية هنا في الكتف كنت هتكون غريب مش كذا فكون عيونك دي مركبات كذا دي نعمة من الله تبارك وتع تشكر الله عليها والله تشكر الله عليها فدي قل لا ربنا بيسألك منها إنت بتاكل ألا ما قاعدتاكل قاعدتاكل الأكل تجى من وين من الله تبارك وتعال ربنا قال ثم صببنا الماء صب فربنا جاب لك الطعام أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون الأكل دا كله جابوا الله زول عنده في الشداء زر ما فيه كله جابوا لك الله وذاته النعيم متجدد وإنت مرتاح في النعيم ما قاعدتاكل حاجة وادي يعني الآن لو كان الأكل كله فول فول بس ما فيه إلا الفول كنت إنتا حتكون مضايق جدا مش كده شاكيدا إنتا بتمش وتقول لأ جيب فول وأعمل معه جبنا وسوي الزيت كله دا جابوا منه الله تبارك وتعال لابد تشكر النعم لأن الله حيسألك منها بعدين يوم القيامة بيسألك منها شاكيدا النبي سأسلم وأنا أختم بالكلام ده مرة لما مشى مشي طلع بالليل النبي سأسلم فوجد عمر رضي الله عنه وجد الصديق قال ما أخرجكما طال عمالكم زي الوكيد ده قالا الجوع يا رسول الله شوف بالله دي السادات الأولي مارقين بالليل مالون جانين لقمة يأكلوها ما لقين دي التحابة يا ناس أفضل الأمة لقمة أبو وقر الصديق وعمر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما أخرجني إلا الذي أخرجكما الرسول صلى الله عليه وسلم لا تطالع له ما لاقي أكل أكل يأكلو ما لاقي سبحانه ده الرسول صلى الله عليه وسلم لقمة يأكلو ما لاقي سبحان الله بعد ذاك مشى لواحد اسمه أبو الهيثم ابن التيهان لعله من الأنصار ودخلوا عليه وخبتوا له الباب وزوجته دخلت ورحبت بهم وقعدت وكان أبو الهيثم طلع يجيب له موية أظنه لما نجرى أجع وجد النبي صلى الله عليه وسلم وأوبكر الصديق فرح فرحة شديدة لأنه ديال ضيوف ضيوف زي ديال إنت بتلقام وين بخير معاه يجوك ضيوف النبي صلى الله عليه وسلم وأوبكر الصديق عمل زي ديال فيه ما فيه وما بجوك هسي طبعا هسي ما بيجو لزول لكن ده كان زمان فأبو الهيثم فرح فرحة شديدة كويس فرح فرحة شديدة ومسا جاب لهم عنقود من التمر صبيطة بتاعت بلح دي تصبيرة لحد ما يعمل لهم الأكل بعدين شوف ذاته اللي كرام كيف انت ضيوف جاك ما تقعد وتمش لما انت يجيب الأكل تكون روح سلت انت جيب لحاجة تصبروا إن شاء الله ترموا السعي والها دي من السنة فجاب لهم البلح شال يصبروا وشال سكينوا طوالي مرك على البهايم فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له إياك والحلوب ما تطبع الغنواء البتالي لأنه دي بيجيب لبن وكذا فماشا طبع لهم وأكلوا النبي صلى الله عليه وسلم أكل ومعه وبكر الصديق وعمر رضي الله عنهما لما يشبعوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة لكن الأكلتوذة ما أخرجكما إلا الجوع أنتم مركتوا جعانين والآن شبعتوا الحمد لله تسأل عن هذا النعيم يوم القيامة دي فوايد بسيطة جدا مختصرة في هذه الآيات بارك الله فيكم وأقدم منه ودراوة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة